بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي النهاردة ان شاء الله عندنا وصفة جميلة جدا كيكة شوكولاتة رهيبة وعجيبة وغريبة بتلات مكونات بس هنعمل احلى كيكة شوكولاتة وغرقانة بالصوص الشوكولاتة بدون بيض بدون دقيق بدون زبدة وكمان هنعملها في الخلاط يعني مفيش اسهل من كده تلات مكونات وكمان في الخلاط في ده هي اتبقى جهزة معاك يلا هنبدأ على طول بس لو كنت قوي مرة تشوفيني ياريت تنوريني وتشتركي في القناة وتفعالي الجرس عشان وصلك اشعارات بصفات جديدة وياريت توصول الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات يلا بينا اول حاجة عندنا هنا المكون الرئيسي لكيكة اللي هو بسكوت القريو ومش لازم قريو طبعا اي نوع بسكوت شوكولاتة تقدر تستخدميه هنستخدم كمية البسكوت قد كمية الحليب يعني انا هنا مثلا مستخدمة 56 قطعة من البسكوت بما يعادل 500 جرام من البسكوت وهنستخدم 500 ملي من الحليب كمية البسكوت قد كمية الحليب هاخدهم كده على الخلاط بدون ما كسرهم ولا قتع بنفسي خالص عايز اوريكو هنا في نوعين من القريو النوع اللي هو الدارك والنوع اللي هو شوكولاتة بالحليب اي نوع منهم موجود مش 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 مشكلة مش هتفرق معنا ده نوع الدارك اللي هو اسمر قوي وده اللي بالحليب شايفين اللون فاتح شوية مش هتفرق خالص يا جماعة اي نوع تلاقيه متوفر استخدميه خلاص هنا خلصت كل الكمية معايا وهبدأ بقى احط عليهم الحليب الحليب بدرجة حرارة المطبخ مش سائع ولا سخن 500 ملي وكمان معلقتين كبار من البيكن باودر وهبدأ اضربهم في الخلاط كويس جدا حد ما ينعموا تماما خلاص جاهزت معنا الكيكا بكل سهولة وهم دول التلات مكونات الاساسيين بتاعنا البسكوت والحليب والبيكن باودر هبدأ بقى اجهز القالب اللي هخبس فيه ده قالب 20 سنتي هبطنه طبعا في الاعر بتاعه وفي الجوانب بتاعته بسمنة او بزيت وهرشوم دقيق لكن لو عندك زي كده ورقة زبدة فيبقى يعني احسن واسهل عليكي وقبل ما تدخليهم الفورن تضربيها كده علشان لو فيها فقعات ولا حاجة تطلع فوق الفورن طبعا اكيد مسخن مسبقا على 170 درجة رفة اوسط هتاخد معاكي 40 دقيقة بالزبط هتدخلي فيها عودر خشب ويطلع نظيف كده بقت تمام جدا واستوته بقت جاهزة وهسيبها تبرد وتهدى كده على جنب وبعد كده هجيب الرف الشبك بتاعي وقلبها عليه وحطه تحت الرف كيس فتحته على صنية اكبر منهم علشان بس دلوقتي هبدأ اسقيها بالصوص او بالجناش بتاعنا فعلشان اي حاجة تقع من الصوص اقدر استفاد منها مرة تاني وده الصوص الجميل بتاعنا ان شاء الله هنزلكو طريقته بعد الفيديو ده مباشرة وهنزل كده بالصوص على الكيكة الصوص يكون دافيا جماعة واحاول اوزعه كويس جدا حوالين الكيكة يغليفها كويس شايفين الصوص جميل جدا ولامع هنسيبها هاتيها ده شوية وبعد كده عندي آآ مجموعة من الشوكولاتة اللي هي فلكي فلاك وشوية شوكولاتة مبشورين وهحطهم كده على الجناب والتزيين ده طبعا حسب راحتك وحسب المتاح عندك وادخلها التلاجة تبرد شوي زي نصف ساعة كده او ساعة خلاص هنا بقت جاهزة معانا عايز اقولكو بعد ما طلعت من التلاجة شايفين برضو لسه الصوص بيتحرك يعني مش جامد جميل جدا صراحة بصوا بقى لاحظت التعذيب والتشويق شوفوا اللقطة الجميلة دي الصوص بينهار شوفوا بقى الجمال واو خطيرة بجد غرقانة شوكولاتة شايفين ارتفاحها جميل جدا وهشة وجوسي ورطبة جدا اخر جمال شايفين الصوص بينهار من فوقها جميلة جميلة بجد انصحكم تجربوها سهلة جدا وسريعة وثلاث مكونات والكيكة بقت جاهزة معانا وبالنسبة للمقدار يا جماعة ولا كريمة وزي ما انتو شايفين جميل وبيلمع وطعمه روعة ان شاء الله الفيديو بتاعه هينزل بعد الفيديو دي على طول انتظروني ما تنسوش بقى تحطوا لايكات كتير وتشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعارات بصفاتي جديدة مستني يا رأيكم وتعليقاتكم الجميلة ولو فيه اي سؤال اكتبولي في التعليقات برضو لو عندكم اي وصفة عايزيني نعملها لكم برضو اكتبها له في التعليقات كنت معكم صحر ابو القاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته